قزل الصاعدين لا يركزوا في موضوع حتى الصاعدين لا يكون على الفكرة لا يركزوا كثيرا في موضوع المقامات أنا أذكر أول ما أخذت المقامات كان عندي هوس فضيع ممكن عشت الموضوع هذا الهوس الغير منضبط جدا الإمام يقول والا الضالين أنت تقول هذا إيش راشد والله أنت تصلي و أنت تفرز المقامات يكون عندك شوية هوس مش طبيعي ثاني شيء خطوات متقدمة لازم تتعلم عشان تعرف تفرق بين لحن و لحن كيف أنا أستخدم اللحن المناسب للكلمات أنا مثلا في حفل الحفل هذا يطلب أن يستخدم إيش المقامات الأبريتات لها نسق معين حتى في طريقة التلحين جميل فمهمة بس في مرحلة أنا أشوفها في مرحلة متقدمة مرة متقدمة يعني شوية ممكن تكون في مرحلة التلحين يعني أنا أقول مو لازم كل منشد يكون فاهم في المقامات لكن ممكن لازم كل ملحن لا بد يكون فاهم يعني مو كل منشد يكون ملحن في الغالب صح؟ لكن كل ملحن لازم أن يكون عنده خلفية في المقامات صحيح لكن هيثم الحين تميز في هذا الجانب يعني تميز في خلفية الواسعة في المقامات في تبحره في المقامات حتى أنه أذكر من المقاطع التي انتشرت في كورال التي هي مقاطع مقطع أنا أذكر مقطع هذا بالذات التي هي تطبيقات مقام الحجاز أنه هو مقام واحد أصلا أي هو مقام صحيح لكن أداءاته تختلف صحيح حسب حسب اللون حسب الجو حسب الهداء أي و أذكر كمان نقطة أنه كنا نقول في خلط كبير بين مقام الحجاز والأداء الحجازي يعني ممكن كنت أقول ممكن أقول مقام رست بأداء حجازي يصير مقام فرعي له اسم آخر حراب صحيح ممكن تعيد لنا قصة مقام الحجاز هذه اللي بأكتمن لأنه هذه صراحة جميلة و أنا من نسبة لي يعني كنت أستمتع جدا لما تأديها طب عشان يعني أنا أختصرها الأداء الحجازي مختلف بشكل كبير صحيح عن المقام الحجاز صحيح مقام الحجاز له نغمة معينة وتقدر تأدي فيه بكذا طريق تقدر تأدي فيه الأداء الحجازي وتقدر تأدي فيه كثير من الأنماط مثلها الأداء التركي مثلا مثلا مقام الرست مقام طربي عادي بس أنا ممكن أدي أداء حجازي فينتقل من مقام رست إلى مقام يسمى حراب حراب فهمت عليه يعني مثال أنا ممكن أقول يا أهل هذا الحماء إني نزيلكم وجود لنا بالرضا يا سادتي جود يا سلام حلوين كيف أخلي حراب كيف يا أهل هذا الحماء إني نزيلكم يا سلام شفت كيف اختلف يا سلام فطريقة الأداء بعض الأحيان تنقل المقام من مقام رئيسي إلى مقام فرع يعني هذه كده تشكيلة بسيطة يا سلام يا سلام طيب عندنا هنا لعبة بسيطة كده صغير أشبه الأوراك كبرة كبرة الأوراك